السياحة العلاجية فيه مجهود جبار مبزول في المنطقة دي الفترة اللي فاتت فلو انا عايزة اعمل سياحة العلاجية وفي نفس الوقت اشوف اثار واشوف مدينة جديدة تنصحني اروح فان بوسي حريك احنا عندنا يعني هقول ايه كينز عندنا جوهرة هي المنطقة بتاعة الوحات وعلى الاخص منطقة سيوة منطقة يعني اقدر اقول انها متشبعة بكل حاجة يمكن يعني بينقصنا بس ان احنا نوفر لها يعني او نمهد لها طرق تبقى افضل من الطرق اللي موجودة دلوقتي شوية يعني احنا محتاجين ان احنا نهتم بالطريق بتاعها شوية ولو تم الاهتمام بالطريق اعتقد ان سيوة هتكون من المدن الواعدة اللي النتائج بتاعتها في استخدام السياحة العلاجية يعني مش هيكون لها مثيل في اي دولة في العالم هقول لحضرتك لي اولا لما نيجي نتكلم على الاي دي عاملة ونيجي نتكلم على الاقامة ونيجي نتكلم على الزيارة نفسها والتكلفة بتاعت الزيارة لما نيجي نقارن نفسنا بأي مدينة تانية او بأي دولة تانية في العالم بتقدم نفس الخدمات اللي احنا بنقدمها تخيالي حركة الاسعار هتبقى يعني اضعاف اضعاف اللي احنا بناخده هنا الاي دي العاملة غالية جدا احنا عندنا الاي دي العاملة بسم الله هي ما شاء الله كتيرة ومتوفرة وقدرين أننا نخلق كوادر جديدة لأننا نتكلم في 110 مليون أغلبيتهم من الشباب